لقب إفريقي أصبح قريباً للغاية من المنتخب الجزائري كلمة السر في هذا اللقب المنتظر التشكيل الخيالي والأسماء التي ستداعم قائمة المحاربين خلال هذه المواجهات وخصوصاً الثنائي يوسف البلايلي وإسلام سليماني فما القصة؟ على مر التاريخ لم يكن المنتخب الجزائري يملك أسماء كبيرة في منتخبه للمحليين لكن يبدو أن النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية في 2024 سيكون لها طابع خاص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين والتي تنطلق في بداية عام 2025 ويتم تنظيمها في ثلاث دول إفريقية هي كينيا، تنزانيا وأوغاندا الاتحاد الجزائري لكرة القدم بدأ بالفعل التحضير لخوض منافسة كأس الأمم الإفريقية للمحليين خصوصاً بعد خسارة لقب النسخة الماضية في المباراة النهائية وعلى ملعب المحاربين لصالح المنتخب السنغالية الاتحاد الجزائري لم يتخذ قراره حتى الآن بمشاركة منتخب المحليين في البطولة أو الاعتماد على منتخب تحت 20 عاماً لكن هذه المسألة سيتم حسمها خلال أيام قليلة لم يحدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم حتى الآن كذلك المدير الفني للفريق بعد رحيل بوغيرا عن هذا المنصب عقب خسارة اللقاب في الموسم الماضي لصالح السنغال في مباراة امتدت حتى ركلة الترجح لكن الأقرب لتولي هذا المنصب هو نبيل نيجيز مساعد مدرب المنتخب الأول الحقيقة أن قرار المشاركة بمنتخب الجزائر للمحليين قد يكون الأقرب في ظل امتلاك الفريق تشكيلاً خيالياً هذه المرة ووجود عدد من النجوم الكبار متاحين للمشاركة مع محارب الصحراء في هذه البطولة عدد من النجوم عاد إلى الدوري الجزائري وعلى رأسهم بالطبع السوبر إسلام سليماني الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري وأحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم الجزائرية والذي انضم إلى نادي شباب بلوزداد بعد رحلة احترافية طويلة إلى جانب سليماني يأتي كذلك أندي ديلور نجم موبيليه الفرنسي السابق والذي انضم إلى صفوف مولودية الجزائر وكذلك رياض بودبوزل لاعب شبيبة القبائل والذي تألق في الدوري الفرنسي والإسباني خلال السنوات الماضية إلى جانب كل هذه الأسماء تأتي مجموعة أخرى من الأسماء التي قد تتواجد وعلى رأسها يوسف البلاي لكن هذا الأمر يبقى مرهونا بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على مقترح مقدم من الاتحاد الجزائري المقترح يتضمن الموافقة على ضم منتخب الجزائر للمحليين عددا من اللاعبين المحترفين في الدوريات داخل القارة الإفريقية فقط وفي هذه الحالة سينضم البلايلي المتواجد مع تراجي تونسي أضف إلى هذه القائمة الحارس المخضر مصطفى زغبة والذي عاد من الدوري السعودي في الفترة الماضية إلى شباب بلوزداد وكذلك زكريا دراوي لاعب الوداد البيضوي والذي انتقل إلى مولودية الجزائر حسام عشا وإليا الشتي لاعب اتحاد العاصمة ينضمان كذلك إلى القائمة المحتملة للمنتخب الجزائري للمحليين بعد تجارب ناجحة في تونس والمغرب وإلى جانبهم الحارس جايا مرباح حارس مرمى شبيبة القبائل مع هذه الأسماء قد نجد تشكيلا تاريخيا للمنتخب الجزائري للمحليين والذي يضم الحارس مصطفى زغبة وفي الدفاع سعد ردواني ومحمد أمين توغاي ومحمد أمين مداني وإليا الشتي وفي الوسط زكريا دراوي وأكرم بوراس وإحسام غشة أما الهجوم ينضم الثلاثي الكبير سليماني وأندي ديلور ويوسف البلايلي وكذلك رياض بودابوز لاعب شبيبة القبائل والذي تألق في الدوري الفرنسي والإسباني خلال السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر